هشام نعطي لك بعض الأرقام فيما يتعلق بالمساعدات الفرنسية ضمن المساعدات العملية ترمي نعطي لك البلدان اللي بتحصلها على أكثر عدد ممكن من المساعدات للإشارة صارك نرفو من أصول مغربية وعمارها محكات على المغرب والجدير أنها تحكي على المغرب لأن المساعدات عن طريق لايف ديت تصل إلى 10 مليار دولار فهناك المغرب ساحل العاج كولومبيا الكاميرون في مقدمة الدول المستفيدة والجزائر عمرها مكنت في مقدمة الدول المستفيدة بالمساعدات الفرنسية كما يتقول صارك نرفو أولا نعتقد نقطة الأولى هي جنسيتها وهي معروف أنه الآن اللوبي المغربي أو المخزن المغربي يوظف كل أوراقه في تشويه سمعة الجزائر ليس فقط في هذه المستوى ولكن في مستويات مختلفة ثانيا الحزب الذي تنتمي إليه معروف بهذا خطابه وهو يريد دائما حشد أو الحفاظ على الأقل على جمهوره في فترات مختلفة خلال السنة تقريبا كل سنة يكون عندهم ثلاثة صريحات ثلاثة أربع مرات من أجل الحفاظ على يعني داخل ضمن التعبئة الحزبية اللي هو يعني في الحقيقة هو أقلية ثالثا أنه إذا تكلموا على هذا الموضوع وهو مسألة هذه المساعدات هذه المساعدات هي التزامات مختلفة في الدول اللي هي تقدمها عن طريق مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وغيره فهذا ليس أمر مرتبط يعني لا هي تزيد في فرنسا لا يتنقص في مختلف الدول طبعا هذه التزامات ومعروفة أيضا في العلاقات الدولية وفي المؤسسات التي تحكم النظام الدولي الآن توظيف أنت حالي هو دائما مسألة التشويه أنت تعرف ما يعطى الرقم ليسمى الحقائق المغلوطة لأننا لما نحب نخدم لك بروباغندا معينة ونخدم تيار معين نبدأ نعطي حقائق وأرقام وهي منطقية ولكنها مغلوطة من أجل خلق بلبلة معينة تلقاها هي كاللوحة البوزل فهي ضمنها سينفونية معينة هنا دائما يوميا وعلى مدار العام حمالة التشويهة هي غير متوقفة الآن توظيفها هو الرهان بالنسبة لهم وكيفية الرد بالنسبة لنا هو أنا أعتقد أنه كان كثير من السياسيين كانوا يشوفوا صورة الجزائر الجزائر لم تكن تتحرك للتقديرات ولكن هذا وضعت أمامها ستكون عبرة لغيرها مرة الجاية تعرف القانون الفرنسي وقانون الأوروبي بصفة عامة حساس جدا لمسألة أنك تعطي أرقام مغلوطة ما عندهاش حقائق القضاء صارم جدا في هذا الموضوع في الحقيقة هي حققت نقطة قبل الفاصل قلت لك أنا هذا الموضوع ما سمعش به في الحقيقة أنا أعطينا لها الآن بالتعليق أعطينا لها وحد الهدف من هي كانت تسعى عليه وهو أخذ شهرة معينة وكذا دخلنا لكن لابد من تعليق على مثل هذه المواضيع دائما نشوف بدينا صدفة بدينا بالموضوع المخزن المغربي وأعتقد هذا آخر موضوع اللي رايحين أيضا نتكلموا عليه لابد من إعادة النظر بالنسبة لأخاوتنا وحبابنا الذين يستصحبون النية دائما نفرق بين أخاوتنا الأشقاء المغاربة المغلوب على أمرهم وبين هذا المخزن الخبيث السرطاني الذي دخل في محور جديد يتشكل ويستهدف دولا بعينها وخاصة هذه الدول التي لا تريد أن تنقص من سيادتها وفي مرحلة الآن نحن في منعطف تاريخي الجزائر تتمدد جو سياسيا ليس هذا المخزن الذي يخاف لأنه هو وظيفي في النهاية لكن لخلفه الذين خلفهم يخشون من هذا التمدد وهو نعود أن نرجع تاريخيا هذا منطقي أي دولة لما تسترجع عافيتها أي دولة لما تلتفت إلى رصيدها التاريخي وتبني عليه للمستقبل لما تتصالح مع ذاتها دائما يكون الأطراف الأخرى لازم تعملها تشتيت الاستفزازة لن تتوقف حمل التشريه لن تتوقف هذا هو العادي في العلاقات الدولية لكن احنا مشققنا به ما الذي نقوم به وهذا هو الرهان أما هذه مسألة بالنسبة لي هي مسألة كافية كافية اشتركوا في القناة